اشتركوا في القناة واذكروا يا بني اسرائيل اذ فرقنا بكم البحر يعني لاجلكم فرقنا البحر اي جعلنا فواصلة في البحر حتى صارت بين الماء شوارع لتمروا من وسطها هذا العمل لاجل نجاتكم هذا البحر المقصود بي البحر الاحمر في مصر وطول الشوارع التي اسفرت عنها الماء حوالي اربعة فراسخ واجمال القصة ان موسى عليه السلام وبني اسرائيل حينما فروا من فرعون وصلوا الى البحر فرعون سمع بالخبر فاعقبهم مع قومه فاوحى الله تعالى الى موسى ان اضرب بعصاك البحر وقل كما في الرواية اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما فلقته ففعل النبي موسى ذلك فانفلق البحر وظهرت الارض الى اخر الخليج فقال موسى عليه السلام ادخلوها قالوا الارض وحلى نخاف ان نرسب فيها فقال الله عز وجل يا موسى قل اللهم بحق محمد وآله الطيبين جففها فقالها فارسل الله عليها ريح الصبا فجفت وقال موسى عليه السلام ادخلوها فقالوا يا نبي الله نحن اثنتا عشرة قبيلة بنوا اثني عشر أبا وان دخلنا رام كل فريق منا تقدم صاحبه ولا نأمن وقوع الشر بيننا فلو كان لكل فريق منا طريق على حده لأمنا ما نخافه فأمر الله موسى ان يضرب البحر بعددهم اثنتا عشرة ضربة في اثني عشر موضعا الى جانب ذلك الموضع ويقول اللهم بجاه محمد وآله الطيبين بين الارض لنا وامط الماء عنا فصار فيه تمام اثني عشر طريقة وجف قرار الارض بريح الصبا فقال ادخلوها قالوا كل فريق منا يدخل سكة من هذه السكك لا يدري ما يحدث على الاخرين فقال الله عز وجل فاضرب كل طود من الماء بين هذه السكك فضرب فقال اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لما جعلت في هذا الماء طيقانا واسعة يرى بعضهم بعضا منها الطيقان جمع الطاق يعني ما جعل من الابنية كالقوس في القناطر والنوافذ فحدث الطيقان واسعة يرى بعضهم بعضا منها ثم دخلوها فلما بلغوا آخرها جاء فرعان وقومه فدخل بعضهم فلما دخل آخرهم وهم بالخروج أولهم أمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم فغرقوا وأصحاب موسى ينظرون إليهم فذلك قوله عز وجل وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إليهم قال الله عز وجل لبني إسرائيل في عهد محمد صلى الله عليه وآله فإذا كان الله تعالى فعل ذلك كله بأسلافكم لكرامة محمد صلى الله عليه وآله ودعاء موسى دعاء تقرب بهم إلى الله أفلا تعقلون أن عليكم الإيمان بمحمد وآله إذ شاهدتموه الآن على أي حال أغرق فرعون وقومه فأنجيناكم من عدوكم وأغرقنا آل فرعون مع فرعون إهنا أنا ما ذكر فرعون وأغرقنا آل فرعون ليش ما ذكره؟ هذا من باب التغليب للآل عليه أو من باب الإجازة والاختصار وأنتم تنظرون يعني تنظرون كيف أغرقناهم لأجلكم وهذا الإعجاز هين بالنسبة إلى الله سبحانه فماكو داعي واحد يجي يأول هذه المعجزات فأنه انهزام عمام الغرب والغربيين لأن المنبهرين بالغرب والمنهزمين نفسيين انفسرين هذه المعجزات بصورة طبيعية فرق الباحر مثلا بالمدة والجازر ومو معجزة هذا اللي ما يؤمن بالغيب يريد إنكار المعجزات يريد يرضي بعض الغربيين وذولا ما يرضون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهذا التوجيه المادي ضعيف جدا لأن المد والجازر ما يسبب جفاف الأرض اللي ذول يعبرون كلهم وذولاك يغرقون كلهم لأنه يحدث تدريجيا فيمكن الفرار منه بالإضافة إلى أن البحر الأحمر مد ضعيف لأنه محصول من أكثر أطرافه باليابسة فما يسبب غرق هذا الجيش الكبير على أي حال هذه معجزة حدثت لأن جاء موسى وبني إسرائيل من ظلم فرعون وصلى الله على محمد وآله الطاهرين